والله حب جنون حماك الله صباحكم سعيد أعزائنا المشاهدين بأولى فقراتنا بهذه الصباحات الخيرة دائما بالطاقة الإيجابية والانطلاقة المتجددة نبدأ وحقيقة فقرتنا الأولى بها الكثير من الطاقة الإيجابية والرياضة الجميلة والعمل التطوعي المستدام لخدمة أبناء المجتمع المحلي ككل ولشبابنا وشاباتنا كما تحدثنا باستعراض فقراتنا مبادرة طواف نشامة وشباب الوطن حاضرين بالعاصمة الحبيب عمان وبمنطقة بدر الجديدة بهذه المبادرة وهي ليست الأولى بالنسبة لحمزة الحرائزة وراضي الحرائزة أكيد رح تحدث عن مجموعة النشاطات التي سبقت طواف لكن طواف تجمح يوم الجمعة وهي كما وصفناها أقرب إلى رياضة المغامرات بدي أصبح بالخير على ضيوفي الكرام راضي الحرائزة أسعد الله صباحك حمزة الحرائزة أسعد الله صباحك شرفتنا بقدومكم مبادرة جميلة تحسب لكم وهي ليست الأولى كما تحدثنا قبل قليل لكن طواف ما بين هلالين من أين أتت التسمية وبعد ذلك نستعرض باقي نشاطاتكم والعمل أتطوع من خلالكم تفضل راضي هي فكرة طواف أحنا أخذناها بما كمعنى تيجي زي التنقل من مكان لمكان الفكرة كلها تأخذناها من طواف فرنسا لدرجات جميلة طواف فرنسا درجات هو كان على درجات الهوئية تنقل من مكان لمكان نعم فأحنا اعتبرنا طواف البلوط من نفس هذه الفكرة حيث أنه طواف الدرجات عنا راح تنقلوا من كافة مناطق قرى بدر الجديدة راح يمروا بكذا منطقة والهايكينغ اللي هو المسير على الأقدام كمان نفس الشي راح يمر من كذا المعلومات المتوفرة لي كما زودتني الزميلة تمارا النهار معدة الفترة ومعددة الحلقة هي والزميلة سهير عرار أنه راضي مسؤول عن جزئية المسير تحديدا بمبادرة طواف البلوط وحمزة مسؤول عن جزئية الدرجات الهوائية جميل هذا التقسيم هذا فيه تنظيم بالعمل التقسيم صار بالشكل هذا اللي هو أنا استلمت للهايكينغ لأنه أنا اهتمامي كان من أول برياضة الهايكينغ وكنت أطلع مع مجموعات كذا مجموعة بالأردن هنا باختصاص الهايكينغ من ضمنهم الووكينغ جوردن وحمزة كان كمان له اهتمام بموضوع الدرجات الهوائية فمن هاي المنطلق احنا أخذنا هو أخذ فكرة الدرجات الهوائية والتسويق لهم أو حتى تسويق المبادرة وانا أخذ فكرة الهايكينغ جميل أنتقل إلى حمزة حمزة الله أعطيك العافية نشاطات عديدة بمنطقة بدر الجديدة غرب العاصمة الحبيب عمان وبدر بأهلها وبناسها وهي كمنطقة جمالية نموذج وكلوحة ربانية جميلة جدا بالفضاءات وبالمساحات الخضراء الموجودة بها وأيضا تتميز بواقع بيئي ممتاز وباهتمام من أبناء المنطقة لنظافة أيضا منطقة بدر الجديدة هذا يحسب لأهالي المنطقة حقيقة وليس بجديد عليكم بمنطقة بدر الجديدة طواف البلوت هذا جديد حمزة وراضي جزئية المتعلقة بموضوع الدراجات الهوائية بجميع أحياء منطقة بدر الجديدة السيد أول شاء الله يعطيك العافية ويعطي العافية كل الشباب أول شي قبل بدأ نوه على شغلة أنه إحنا اللي جينا اليوم حظنا على التلفزيون بس فيه كمان شباب متطوعين معنا وكل شباب بدر هم متطوعين وموجودين معنا دائما طبعا أكيد بدي أذكر أول شي أستاذ سابر العويدي طبعا هذا المصور معنا وهو المسلوح عن التصوير دائما موجود معنا ودائما هو أول داعم أنه بدي أذكر السيد بلال عويدي وبيدي أذكر السيد معتز المغاريز وكل شباب بدر دائما موجودين معنا بأي حملة وبأي نشاط تمام بالنسبة لطواف البلوت ممكن هذا هو المرة الثانية اللي بنعمل فيه الجزئية المتعلقة بالدرجات الهوية مشارك معنا غروبات اللي هو نادر بايك وبايك رش طبعا أهداف الطواف ممكن صارت معروفة لأغلب اللي بشاركوا معنا دائما اللي هي دعم المنطقة طبيعيا مش تسويقها تسويقها ممكن تسويقها بتوقع ممكن يعمل ذرر بالنسبة لنا لأنهم متنزهين كل ما بيجوا أكثر بصراحة قد يكون التنزه السلبي نحن متحدث عن جزء التنزه السلبي طبعا بس الغيات لأنها غيات أغلبها غيات بيئية زي الحفاظ على الشجر الحفاظ على الطبيعة كمان خلنحكي زيادة الروح الحب بالعمل التطوع عند شباب المنطقة يعني إحنا هدفنا بنخلي المنطقة نموذج لكل الأردن بسياسة العمل التطوع بدنا كل الشباب عمل التطوع هذا الأهم ما بدنا نظل إحنا كمان سلبيين وننتقد ليش وليش لا إحنا إنت اطلع اطلع من عالم الفيسبوك اطلع وروح واشتغل اعمل إشتطوعي ووقت الفراغ أعتقد أنه عندنا كثير بالنسبة للدراجات الهوائية طبعا إذا بتلاحظ أغلب الرياضات اللي عندنا بالطواف هي رياضات صديقة للبيئة يعني نعرض علينا بصراحة أنه نشارك دراجات نارية بس إحنا رفضنا لأننا بدنا إشي خلنحكي إشي بيور يعني إشي نقي كله يكون إشي صديق للبيئة عندنا اللي هو الهايك زي ما حكى الأستاذ راضي المشي وعندنا الدراجات الهوائية معنى الكابتن نادر طبعا كابتن نادر هو مدرب الاتحاد الأردني لدراجات الهوائية مع قروب نادر بايك ومعنى كمان قروب بايك راش التجمع سيكون يوم الجمعة بعد صلاة الظهر الساعة الثمانية عند كوزمو دابوق سيبدأ من دابوق عشان هيك اسمه طواف طبعا سيطوف على كل قرى منطقة بدر الجديدة من تلال وسهول ووديان من نقطة ألف متر راح ننزل لنقطة سبعمائة متر راح تكون طبعا المسافة لعشرين كيلو طبعا بودع كل الأردن واللي بيحب يشارك أنه يتفضل معنا يوم الجمعة وهذه الدعوة الآن يعني نتمنى أنها تكون يعني وصلت للجميع اللي شبابنا وشاباتنا وبالعكس هذه الفضاءات بهذه المبادرات الجميلة حقيقة ما بدي أقول اعرف مناطق العاصمة عمان أو باقي مدن ومحافظات المملكة لكن يكفي أن شبابنا الآن يقوموا بعمل إيجابي يحسب لهم هذا ما نريد من شبابنا كأمثالكم بالمناسبة قد يكون لدينا بعض الصور لمجموعة من الأنشطة سبقت طواف البلوت الذي سينطلق يوم الجمعة القادم كما أعلنت أخي حمزة ممكن نستعرضها حال يعني جهزيتها من خلال أستاذ حسين أتين أنا في نقطة بالدعود عليها نعم يعني الآن الجهزية من نتحدث عن هذه النقطة بالنسبة لنقطة الانطلاق التي تحدث عن عمزة هي بس تشمل الدرجات الهوائية التي يعني السلطة الظهر الهايكينغ سيبدأ لنا لساعة 8 الصباح تجمع سيكون في بدر جديد جميل جميل وهنا المسير وجزء من التسلق نوعا ما المسير وجزء من التسلق سيبدأ يوم الجمعة لساعة 8 الصباح نقطة الانطلاق والسايكلينغ لدرجات الهوائية راح تجمعوه بعد ساعة الظهر في دموق راضي حمزة قبل طواف البلوت كان فيه أنشطة لكم قريبة بطواف البلوت بمنطقة بدر أو بمناطق أخرى محاذية بالعاصمة طبعا فيه أنشطة برجع نوه طبعا قريبة أو مشابهة بنفس الفكرة طبعا أكيد عملناها قبل هالمرة احنا ده المنطقة بدر معروفة بالأنشطة الطوعية والحمد لله وصلنا لدرجة أنه صار يصير فيه تنافس بالأنشطة التطوعية بين قروبات بالمنطقة يعني تخيل وصلنا لهاي الدرجة هذا إشي طبعا كثير ممتاز أنشطة دائما بنعمل زي حملات نظافة عملنا أكثر من مرة حملات حفاظ على البيئة طبعا حفاظ على شجر البلوت جميل دائما للأسف بتعرض للقطع الجائر للأسف وبالناشد وزارة الزراعة وشرطة البيئة يريد أن يكون الجهد أكبر من هيك ترى قبل من ناشد الأجهزة ذات العلاقة وتتفقوا معي بهذه الجزئية الجميع يبلي بلاء حسنا كلهم بموقعه يجب أن تكون هناك مسؤولية المواطنة الحقيقية والحفاظ على الرقعة الخضراء والحفاظ على أشجارنا أحراشنا غاباتنا بدر الجديدة بسوأ أن نحافظ عليها متنفس وتعتبر مصير ورئة عمان الغربية سبقتني بالحديث نهنئكم ونهنئ بدر الجديدة بأهلها وأيضا بهذه المنطقة الخلابة نتمنى لكم التوفيق